نعم أمس على مواقع التواصل الاجتماعي كان هناك طفان بشري حتى على مواقع التواصل الاجتماعي هناك تحدي تخيل لي أنه كان في صفحات تتحدى بين المحافظات أنه من هي المحافظة التي سيكون فيها طفان بشري أكثر من هي المحافظة التي ستملأ ساحات الوطن من هي المحافظة التي سيكون نسبة الأصوات فيها أو المقترعين أكثر هذا انعكاس للشارع السوري كما قلت لك اليوم متوقع أن يكون هناك زحف بشري على مستوى الوطن سنرى مشاهد 2012 و2013 التي تملأ الساحات ولماذا مشاهد 2012 بداية الحرب على سوريا عندما خرج السوريون ليتحدوا بروحهم بدمائهم بأسادهم الأرهاب والدول الداعمة للأرهاب اليوم المشهد سيكون أكبر ونحن كإعلاميين نعلم جيداً عبر استطلاعات الرأي خلال الأيام الماضية حجم التفاعل الكبير من السوريين في الخارج وشاهد العالم ماذا حدث في سفاراتنا بالخارج وكيف كان الزحف والطفان السوري في السفارات بالخارج واليوم التحدي أكبر بأنه الطفان سيكون أكبر بكثير وسيكون كل أبناء الشعب السوري كل طالب هنا يمثل محافظته وعشيرته وقريةه وبلدته وهذه الفرحة التي تراها الآن وهذا التصفيق الذي تراه الآن إياد هذا نابع من القلب هذا ما تراه الآن قنوات سفك الدم التي شاركت بالمؤامرة والحرب على سوريا هي رسالة موجهة لكل العالم هذا هو صوت الشعب السوري الآن يخرج عبر الهواء مباشرة وسترى في كل مكان ستكون الإخبارية السورية فيه طفان بشري أينما ذهبت اليوم في سوريا هناك مواطن لم ينام منذ أيام متعطش ليعبر عن رأيه لممارسة الحق الدستوري لأن يقول كلمة الحق وأعلاء الحق حفظا لدماء شهداء الجيش العربي السوري الذين اليوم نسمع أصوات ملايين السوريين وأهلاف السوريين بفضل تضحياتهم كل نقطة دم عمدت بدماء الجيش الذي حرر البلاد والذي طهر البلاد من رجلس الإرهاب لذلك ترى كل شباب سوريا وهذا الجيل الذي يعول عليه في المرحلة القادمة بأن يعمل وأن يكون هو صاحب الراية الذي سيحمل الراية راية سوريا الوطن سيادة سوريا واستقلال سوريا وأتى أيضا ليقول للعالم لا قرار إلا من عيون وأفواه وقلوب هؤلاء فقط هم من يقررون إلى أين وكيف ومتى ولماذا سوريا ستبقى كما هي سوريا نعم واضح الربيع بأنه اليوم الصورة يعني هي أكبر رد هذه الصبايا اللي عم تشوفها عم يهدفوا صحيح هذه دول الصبايا اللي عم يهدفوا هذه الصبايا اللي عم تهدف عم تهدف للوطن يا إياد صحيح هذه جاي من الستة الصبح من الستة الصبح العالم جاي طالعا من بيوتها من الخمس الصبح ليش جايين لحتى يقولوا صوتهم جايين لحتى يفرجوا العالم منهن السوريين اليوم جامعة دمشق تحتفل بأبهى حلة العلم السوري وهذا النسيج الذي أمامك ويراه العالم الآن وقبل بدء الاختراع بعشر دقائق يعني نتيجة الضغط ايمت وكنت تفتحوا هوا ايمت وكنت تفتحوا هوا فتحنا هوا اه وبلشنا بث مباشر قبل عشر دقائق وربع ساعة من موعد بدء الاختراع لا أعلم إن كانت صارت الساعة السابعة صباحا يعني دقائق ربما ولكن نحن نخترب الآن من دقائق تفصلنا عن فتح الصناديق ربيع يعني أعتقد دقائق قليلة على فتح الصناديق خلينا نعد سوا بقيان دقيقة واحدة صحيح بقيان دقيقة واحدة إياد وتفتح وتفتح الصناديق صحيح هنا في كلية الأداب والله يستر من الطوفان يعني هو المشهد رائع جدا واضح واضح إنه مشهد تحدي ربيع كما كما قلنا هو مشهد للتعبير عن الإرادة الوطنية للتعبير عن الموقف الحقيقي ورسائل لكل العالم يعني اليوم الشعب السوري انتخابه عبارة عن موقف سياسي هذا ما يعني هاي الصورة هيك عم تحكي والله الواحد يحتار يا إياد صحيح والله الواحد يحتار يا إياد لك عشر سنوات عشر سنوات حاولوا تدمير الحجر والبشر وبقيت سوريا كما هي صحيح وهذا الجيل اللي طالع 18-20-22 هدول أولاد الذين عاصروا الأزمة شبوا على هذه الحرب وصمدوا هم وأهلهم وجاءوا اليوم والاحتفال شغال بقيان دقيقة كما أخبرني أخبروني في اللجنة صحيح لبدأ العملية الصندوق جاهز والشعب جاهز والشعب جاهز هذا أهم شيء هذا الشعب عن ندهة هذا الشعب الحي الذي لا يموت يا إياد صحيح هذا الشعب اللي جاي يعبر عن رأي عم يهتق مبسوط عرفان لوين جاي عرفان أنه أمانه هو بالصندوق سيادته هي بالصندوق بهذا الصندوق هو القانون يمثل الدستور صحيح هؤلاء جاءوا ليعبروا يعني بقلوبهم وعقولهم جاءوا إلى المكان الصحيح إلى المكان الدستوري صحيح الذي ينص عليه الدستور هنا سوريا هنا الشعب السوري صحيح الشعب الذي صمد وحارب الكل فرحان والله ما بعرف شو بيحكي ترجمة نانسي قنقر